السلام عليكم حبيبات داداح إن شاء الله تكونوا كاملة مهنيين وبصححة تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله راح نحضروا طبق تعروز يجي بزا في بنين ونديروه بطريقة مختلفة ونتيجتها وش نقولكم يعني مخالف يجي من يديكم وش نحتاجوا نحتاجوا نص درتها الدجاج أنا درت نص لكن وبعد أنتوا ما كوا الوحدة والمقدور ديالها تقدروا تديروها بخير يعني زوجنصص ولا ثلاثة ولا سدر مكمل المهم عندنا هنا هنا ميلانش تعفلافل بياسيو غانا هنا درت الاصفار ودرت الاحمر ودرت الاخضر لكن توماء الموجود المهم الفلفل هنا راح يتلقنا يعني بدنا شابه لبصل قطعته جناوح كيف كيف بالطول كما قطعت الفلفل ونحتاجوا ثانيك توابي طماطيش كيف كيف قطعتها بالطول توابي لدينا فلفل العكري فلفل الكحل وهذا التابيل تاع الكوري تاع الدجاج وعندنا هنا الكوركم الملح شوية زيت شوية زبدة هنا عندنا شاب عطرية لزارب دو بروفنس المهم نبدأوا طماطيشان يوباك نفهمكم أول حاجة بسم الله نجيب نص درت الدجاج ديالي قبل ما ندلو الماغيناد ألو كيس كو جو فيه وش ندير نحكم ندلو هكا فتاحات كما كينديرو كينجو نطيبو الحوت نهبطو حتى التحت لكن ما نقسموش سدرتا الدجاج ديالنا لازم هكدا يقعد شوفو هكا هكا ونبعدا نحكمو هكا بالطول ونعاود ندير فتاحات هكدا كينديرو الماغيناد تدخل حتى القلبو لاننا هنا احكمنا صدرتا الجاج وراحين طيبوه يعني هكدا ووالا نعاود نرجع صدر اللي هنا نجيب هكدا غويمقا ولا غي سيبيون ولا وش ندير فيه نديرو قيمة هكدا واحد الزوج مغارف تازيت زيتون بياسر اللي ما يحبش زيت زيتون يدير زيت نباتي هادي وش ندير فيه جو سنينات تاتون ولا سنة ووالا هكدا نديردو كتوابل في الفلاكري ندير 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 كيفاش نعرفو الكوري كن مليح يعني يعطينا بالنفل اكل شموه على بلكم كين توابل تعداجاج يعني في غيما غد تحلو الباطة ولا الصاشي في غيما الريحة تعبق هاداك ولي يعطينا نتيجة اما مشيني يقول لكم كوريم انت هاداك هو والا نزيدو هنا كوركم وعندنا بياسر الملح 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 الاحساب الدوق اكيد انا هنا وش ندير نخلط كاملة هادا التتبيلة ونتبل بها الجج ديالي انتو ما كي تكونوا في الدار بياسر تبلو الجج ديالكم وخلوه ماما خلوه زع ما احنا نقولو قيمت نساعة ساعة زع ما تبلوه لافي ليلة من قبل رح يعطيكم نتيجة شابة هكذا نشعل ها تنيجرة ها تنيجرة ها تنيجرة ها تنيجرة ها كده نحطها بجين نخليها تسخن شوية ونباك نديرو نديرو شوية زيت شوية فقط لاننا نادرنا في الجج وما يخفاكوش انو صدر الجج يجي نشف بس كيفية لازمنا كامام شوية تاليدة هنا رح هنزيد مغرفة زبدة وخليهم يدوبوا هنا نحط صدرت الجج ديالي نديرو 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 المسخون ومشون بعدها نمرق به نديرو 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 نقلب الجج نديرو 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 نضع البصل قليلا هذا البصل قليلا لا ينقص بكثير ولكن لا تحاولوه على نار قليلة البصل بدأت باله و ترقنا روايحه هنا نضع الطماطيش التي قطعناها كيف كيف بالطول و نضع الفلفل لنضع الفلفل حتى يدباله كاملة كيف كيف يضع الطماطيش و نضع الوقت و نضع الطماطيش و نضع نفس التوابل ملعب و نضع و نضع و نضع الدجاج و نضع و نضع الدجاج نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح هذا هو المعون الذي قمنا بها تتبيلا شللته ونبدأ نمرق تمرقة الأولى ودركة هذا الجج ليس طيب سكيفي نضعه هنا قمنا بغير فاق كبيرة قمنا بغير فاق كبيرة قمنا بكسر الحمودة على القروصة وقمنا بغير سخون حتى تحصل على هذا قمنا بغير طماطيش أو درسة أو درسة أو درسة نضعها بجيه نضعها مسخون قدرين نحتاجها في تمرق أكيد وهي ليك ولما احتجناها شخلص دكانة هنا نحاول أن نزع الطماطيش على كامنا اقول لك ونقوم بتمرق الناس نقوم بتطوير المناس نغطي ذلك الجج نرى столько ترفض الغلية نحاول على نار قليلة ندير شوية معدنوز نطلق لي البنة ديالو وندير أشاب عطرية ونخلي شوية مش نديرها مع الأخر أنا هدا الروز راح نديرو بزيتون لكن بزيتون لكهل على باركو بزيتون لكهل يطلق واحد البنة في الروز مش نقولكم لكن لازم الزيتون نحطوه قبل ما نبدو نطيبه أولا نحطوه في الماء ونبدلو لون ما ديالو وكي نستعملوه نستعملوه دائما مع الأخر كي نجو نطفوه نخلوه يتكتك شوية يطلق لنا هادي كل البنة ديالو شوفو هنا العصص تعيش حلا يشبه وشوفو المريقة كشرة هايليك أنا هنا شو بخيفها نفضل أنني نمرق على دربة واحدة هاكدا دايما بجيه بشو بعدها خلاص يعني هاد التمريقة ومنزيتش لكن على هدائما نخلو المكلات ديالنا حتان تتقل مليح بش نمرقوها بش المكلات جي بنينا لو كان يعني نخطفوها باركون مرقو صدقو دين مكلات جي سامطة هاوليك هاكدا أنا نشوف الجج ديالي طاب وأنا نحط الزيتون كانت الأم ديالي الله يرحمها معروفة بوصفة الزيتون الروز بالجج والزيتون درتها يعني في أوائل كما فتحتها كاكل قناة يعني من أطيب أطيب الوصفات اللي ممكن تحضروها في البيت تاكم يا طيب الجج ديالي ونولي الخواتاتي شوفوا هنا المريقة ديالي الله يباركي فش طابت الجج طاب شوفوا هنا يا هادوك الفلافل هنا التمرق على حسب كمية الروز اللي راح ينديرواها احنا الروز هنا راح ينقدموه يعني نغلوه ديغاكتومان ديرولو شوية ملح شوية زيتون ونغلوه نورمال ونبعدها نسقوه كيما كينسقوه طعام باك تقديم كل واحد دولقو ديالو أنا هنا راح يليك خلاص طابت بدرت المرق على حسب كمية الروز اللي عندي واللي عندها مثلا كمية تعاكيل وتعال روز ولا تمرق على حسب الكميات تعال روز بش يجي سوا سوا كلمسة أخيرة بيانسر قبل ما انطفاله هاهوليك مادنوس وشوية تا اعشاب عطرية ونطلقا وانشالله في طبق التقديم بوهالا سعدي بوه كين عادة لازم ننسى قريبا لكم السيت يعني المكون الاساسي اللي هو الزيتون هنا نديروا كمشا هكت عزيتون وطلكم مني كنا حطيناه في الماء كنا عاود نشعلها ليه يعني نشعل بلوتو على المريقة ديالي ووهلا واحد زوجت قا يقول لا وانطفاليها وانطلقا وانشالله في طبق التقديم هاهوليك طبقة الروز ديالنا راهوليك واجد شهيدكم انشالله في الجنة المريقة دياله يجي بزاف بنينا والشكل دياله يجي جميل الروز تحبو تسقوه كيما قلتلكم مقبيل تحبو تسقوه كيما نسقوه طعام تحبو تقدموه كيما قدمتو انا هكدا ابخي بيانسور الجاج يتقسم على حساب افرد لها الائلة كل واحد يدي انصب هذه هي وزيتون لك حل يعطي بنا مميزة لسوستانا هذه هي انا زيتلو بيانسور قرشة تاع لزاب دو بخوفنس والاعشاب الايطارية مع حبيبة تازيتون وشوية تامادنونس وهكدا طبق ديالنا راهوليك واجد انشالله الوصفة تانيوم نلت الاجاب ديالكم ومقعد لغير نبقيكم على خير ونقلكم دوبتم حبيباتي في رعاية الله وحفظوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة